ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل التطورات وكل العلاجات اللي صهرت كانت بسبب الأبحاث اللي بتعمل من قلال العالم حتى إيه؟ قدرنا نشوف إن العالم كله تحول كأنه بلد واحدة كل رتايل أو كل بحث بيتعمل بيتعمل مثلاً في 20 دولة ومن 20 دولة تلاقي مثلاً 50 مركز كلهم مشتركين وبيخلوا البحث ماشي بالمزبوط في كل الأماكن دي علشان كل النتائج بتطلع إلى المية اللي هي السحية النتيجة تحت الكلام ده إنه ظهرت حاجات مهمة جداً من أهم الحاجات إن إحنا مبقيناش بنعالج كل الناس بنفس الضيجة نحن نيجي نتكلم مثلاً في سرطان الليقة هنلاقي إن إحنا العلاج ما بقاش حاجة واحدة ما بقاش إنه هو كيميائي وبس لا بقاش كل مريض بنفسره العلاج بتاعه طبعاً لجينات بتاعته والبيولوجي بتاعه بتاع الاسم لأنه عرفنا بالزبط إيه الحاجات الخلل الجيني اللي موجودة وبنقدر نعمله أبحاث والحليل ونقدر نوصل لها اللي بها له وحاجات محينة موجودة اتعاملت لها أدوية مخصوصة علشان تعالج الموقت الصعف اللي هي موجودة وإيه الخلل الجيني الموجود فبقى كل مريض له علاج ممكن يكون مختلف عن المريض حاجة دي ما كانش موجودة زمان خالص إحنا كنا بنقول جراحة وإشعاع وكماوي وبس دلوقتي بقى فيه جراحة وإشعاع وكماوي وقالت بالمناعة الأدوية المناعية والأدوية الجينية والكلام دا كله حاجات دي ما كانش موجودة كلام دا كان واضح جدا جدا في الأبحاث اللي تقدمت السكر كل بحث بيتقال بيهدف لحاجة معينة واللازم يوصل للهدف بتاعه يا بالإيجاب يا بالسلم علشان الناس تبقى فهمة الحاجة دي ليها قيمة ولا ملحش فكانت طبعا الجلسات مهمة جدا جدا سواء كانت جالسة سرطان الرئة أو سواء كانت جالسة سرطان السج أو الجلسات اللي بعدها كل الجلسات كل الأبحاث كل بحث مهم جدا جدا وبيثبت حاجات معينة احنا مجبناش نعرف علشان كده كل الناس اللي بتشتغل في مجال الأوراق لازم تبقى عالفة كلام ده كويس جدا ممتبع يعني مجرد الواحد ما يتبعش اللي بيجرى في العالم شوية بيلاقي نفسه خلاصداء